ام 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 الآن و سهلاً تابعكم فيديو جديد كل شهر يأتي 700M واليوم ، بريد أن ندفع له حقيقة المثال ، اللي كان في العالم كامل وغالباً تكونوا سمعتوها المثال بالانجليزية التي هي بمعنى مهما كنت شخص و دائما ممغي الاستغناء عنك فالحقيقة هذي اول مرة تستطيع تسمعها هذي تطبقها على بسافة للتجارب ديالك و قد تقول هذي حقيقة كائنا و صحيحة و امنيك تطيقها بشوية بشوية هذي تحبط مثلا كيف هذي تحبط هو التقاف الدات و التقدير الدات التقدير الدات هو جزء مهم من صحة نفسية للشخص إذا كان تقدير الدات عالي جدا على المعتاد إنسان كولي نارجيسي عنده جونه العظامة إذا كانت تقدير الدات طائح بزاف كي تقولي جلد الدات و الانتقام من الدات التفكير في الانتحار و التفكير في سيلف سابوتاج مثلا وصلك عرض عمل ما تقبلوش غيرها كوك باش نتاقم من راسك انك تقولي تقرج مش هبل و انت قادر و عارف بأن يمكنك تتلبس مزيان باش تزيد تحقار من راسك و تبقى تضرب راسك و تقدر تجرح راسك إلى أخيره كي نشي ناس كيديروها لأن تقدير الدات عندهم عبض ففي الحقيقة تقدير الدات لك يكون الواسط الذهبي هل تعلمون؟ الواسط الذهبي حتى الشخص قاله ناضح يعني الواسط الذهبي بمعنى لا بالانس انسان لا يكون قدر داته بالساف على المعتاد و لا تلعب انجاز خيالي و لا يكون قدرسه بالسهل فأنا نسمع الشخصيا نسمع بأن مهما أنت واعر يمكن الناس دائما يبدلك فأنا كنت فقط فأنا كنت في واحد الخدمة و في هذه الخدمة تقدير عمل ممتاز ولكن انت تعرف بأن هذه الشركة هي شركة بريفي و هم قادرين في أي لحظة يقولون لك وفي اعلان السبب لي خلاني نضغط الفيديو هو أنت واحدة البنت الأمريكية من شهورها في تيك توك من هذه ربع شهور تردوها في العمل و تردوها من العمل و تردوها فيديو بسر و هي كتترد ففي اللقاء دياله مع البوص دياله و ذاك الـ HR كتردوها كتقول لهم أعطوني عفكم غسابة غسابة بواحدة لأنك يقولك في الشركات احترافيا أنك قبل ما تخرج من العمل تعلمهم قبل جوجي الأسابيع في حين هم يريد أن يطردوك و يقدروا أن يطردوك في نهارها في ساعتها يقولك فلان أجي مع ربعات الأشياء يقولك صافي لا تبقى تخدم معنا تقدر تكون دوزتي معه من 4 سنين ربعات الأشياء دياله إذا قلوا لك بسلامة بسلامة يأتشي لك بعد ذلك المسكينة كتب كي و حالته حالة لماذا تبكي؟ لأنه جهل حزن لأنه جزء من تقدير بدأت عنده في الحياة و في الصحة النفسية أو هو العمل الإنسان عموما يتدرسه بالأحواج لداء أغلبية الناس للأسف يعتقدون أن العمل هو إنجاز و إذا قلوا لك هذا يتغلق الصحة النفسية و إذا قلوا يغلبه في العمل و يتعرضونه و توجد مشكلة في العمل و يتزرع و تتغير يحس بالآلام الآلام النفسي كبكي لماذا بتلوني لماذا استغناء علي أنا لم أدرك شيئا خيبة أنا لم أدرك لهم جيد لماذا نقصني شيئا لماذا أدرك شيئا خيبة هذه كامل أسئلة خطر الحقيقة هي أنه إذا استغناء عليك شيئ واحد مثلا الشخص اللي كنت تبغيه استغناء عليك أولا الشركة اللي كنت تعمل معها واحدة منها استغناء عليك إياك إياك تسأل رأسك شنو اللي تستغناء عليها يكما أنا حمار يكما أنا ممزيانش يكما أنا ما كنش ما كنش انوف ما كنش كما نقولوا ما معنى انوف هي ما كنش كافي أنا ما كنش كافي ما كنش عند ثقف التوقعات ديلهم إياك هذه أسئلة خطأ The truth is بحقيقة شنو خسك تدير وأنك خسك تأدابطة بسرعة 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 خسك تأدابطة وهنا في بروس لي كي قلنا كون انته والماء بسرعة من هذا وأنك خسك تأدابطة يجب أن يكون ذائب باقي أضعه للشالونج تحديته مباشرة يجب أن يتأقلم يقول لك في الحياة الكائنات التي يعيشون ليس الكائنات أقوية أو أدكية هم القابلين على يجب أن يتأقلم أي مشكلة لهم يجب أن يتأقلم لأن يتأقلم يجب أن يتأقلم صحيح يحاولون القول يحل ولكن لا يوجد أن يحل لأن المشكلة من الطرف الأخر يتأقلم هذا هو الشيء الكثير من الناس يتعرضون الطلاق والطرف الأخر لا تريد أن تريد أن تريد أن تتأقلم فهذا ليس مشكلتك مشكلة الطرف الأخر ليس مشكلتك كثير من الناس يتعرضون لأن الشركة في الحياة سيبدأ يستغناء عليهم بشوية بشوية يبدأون يقولون لا يوجد مشكلة وغالباً لا يوجد مشكلة يريد أن يتأقلم يتأقلم أنه لا يستطيع وغالباً لا يوجد مشكلة يتعرضون أنه لا يستطيع يسوى الناس وغالباً 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 وشارك حياة جيدة والطرف الأخر لا يعمل العكس وغالباً 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 لا يوجد مشكلة وغالباً يتعرضون بلديك شركة مليونارية وعندما تدعم 10 عام وغالباً بلديك شركة ومتماكن من الصعود يتعرضون نحن إنها هي لا يزيد لا يزيد الحقيقة الحقيقة هو يستطيعون أن يزيدهم الفنوس والإنسان الذي يعرف هذا الشيء يزيد الدمر نفسيا لأنه ظلموه وطردوه من دون سبب زائد من التطرد لأن هذه الشركة التي تطرد منها عدد زائد أو لاجم زيانة وعدادك الذين كانوا خدامين معهم زائدهم في الصالير هذا يزيد الإنسان يهبط لماذا؟ لأننا نحن تربينا عندما كنا صغر تقدير بداتنا يكون متعلق بشيء يكون دائما متحرك مثل العملات مثل الضلار أو الدرهام دائما تتحرك ولكن ماذا يتحرك؟ ما هو الذهب؟ هو مثلا شيء كونستان فهذا هو السر هذا هو السر يعني أنا اللي كانت شخصيا كانت تتعامل معه هذا الحقيقة هذه هي حقيقة صعيبة صراحة لأنك مهما كنت تزوين مهما كنت تتعامل طريف مهما كنت تتعامل طريف مهما كنت أولد الناس ليس كنت أولد الناس معل هذه الحقيقة لأنه من هناك اي شيء للأسف هذا وكيفه العالم جامع العالم is fucking wild it's wild يعني بحل الغابة لا يوجد نظام هذا النظام الذي حسابك أنت هذا النظام غيدي لتسعين في مئة الحالات يوجد دائما واحد في مئة الحالات التي ستتعرض للظلم وأخيرا لا تستطيع أن يواله مثلا واحد المرة كانت مزيانة وهذا يحتاج للطريق وكالطيب وكالطيب يستطيع أن تتعرض معها جيد وكالطيب أو للأكس والطيب الراجل ليست تتعرض مع مرته كان دائما يحل فيها يعطيه العاوة يعطيها كده يتعمل مع اولاد اتعرض مع اولاده جيد تيريبه تتعرض مع أولاده وكالطيبه لي المشاكين أو تقول لي يطلقني هل تتعرض لذلك؟ يعني من هذا الشيء كامل ماذا نستخلص منه؟ وأن تقديرك لذاتك يكون شيئا ثابتا ومتحركة وبحال ما قلت من اليوم من الآن إذا شاهدت هذا الفيديو أقوم بتقبل حقيقة لأنني مهما كنت وعر مهما كنت مزيان سنتعرض للظلم وهذا لا يريد شيئا كيف سنتعرض للظلم لاحظة هي أن تقديرك لذاتك أقوم بتقبل يقول لك يقول لك يقول لك شيئا مستحيل لا يمكن أن تنتظر أنا شخص واحد أنا عندي غير نفس واحدة لماذا تقديري ذاتك أو يقول لك أنا لا أشرح لك لماذا؟ واحد سنتعرض لك لديك 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 سري واحد سنتعرض للظلم لديك 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 حقيقي لاحظ للفيديك لديك 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 لماذا تحتاج ليس أمر سوف نصدر سألい توقفين انظروا لا اظل أنها تفرشخ واذا تبناء الولدى العام؟ للماذا اضع الولدى العام? كما تضربه لأعداء ليضربوا تلك النسخة وعندما تفرق واذا تبناء يضبكة تدريقة القيامة او او يجب على العمل والادي تحطيه لأصدقاء أولا أو إذا أريد أن أعطيه للطرف الآخر مثلا الزوجة لك أو الزوجة لك أو صاحبك أو صاحبك إذا أريد أن أعطيه مثلا العائلة أو أعطيه الكادة كيف تتعامل معه كثيرا هذه النسخة لتقديرك لديك تتعامل معه كثيرا لكن النار يريد أن يضربه هذه النسخة إذا كان هذا تقديرك الحقيقي سوف تتضرب بالسكين مثلا تقديرك الحقيقي لا تقوم بإمكانك نسخة أخر لا كنت تتعامل معه كثيرا و أعطيه العمل لك النار البص من 12 إلى 13 إلى عام وهذا ما هو السهم ما هو السهم من البعيد كيف تقول شخص بإمكانك فساس يجب شخص اخذتك لم يكنتح لك ولك و تتعامل لك من تسمع أن تتعامل لك لك التي تتعامل لك ولكن من تسمع مثلا صاحبتك بغت تخليك و تقولك خلينا اصدقاء ما بغتك ش تكون معك اصدقاء لو كان بغتك فعلا تكونوا اصدقاء اقول حباتك و بغتك رح توقفاش بحالك الشركة ديك مني كتتردك و تقولك باست اوفلك انك تلقى عرض عمال اخرى لو في اعلان كانوك يتمنى ولك حد باوفر انك تلقى عمل كل هما تصنعوا هذا الحددك وعندوك العمل ديك لاحظتي كيفاش يعني the truth is فيما تسمع بحالك الكلمات هذه عفاكي بدلا ما يكسبك لانه عارف عذيك اللي يدلك واعر بزاف كي بغي يدير عليها بيطا دين فمسيني كي بغي يحاولي عقمها واحد شوية باش اذك الجرح هذاك ميتكفش اللي يدلك اذك الجرح النفسي انه وطردك ملعامل انه وطلقك انه وغضرك ما تلك انه شي صحاب اه اعطيتهم شي سر لاحظتي اعطيتهم فلوس ماردته او لا لقيتهم اريك او لقيتهم ايشاءات لانه وبردات لوريك فقلت لك انك يتحجق انك بتجمع رأسك مرة اخرى وطلاقك و وانت بتجميع عجلة جميعا معجلة البلية ويتمجح العذاب ويتمجح مارتهم و وست لذلك وانتوا في 12 عام ويستطيع بكبير لم تقوم بسر ومريطان من قبل ويستطيع القرن فالأخص وتأكد صحيح كانت معجلة وتبعد الحجة وكانت عفيفة كما قلت لكم هذه المرأة كانت عفيفة وشريفة كما تطلق كتولي العكس كتولي الناقيد او لكتكتش مثلا بأنا رجل لكن اخونا كتولي كتدير العكس لديك شيء كتبدل كي تقدير التدات اللي قلت لهم اللي مثلا تعرضت العنف او للظلم على ذلك تقدير التدات دياله حقيقي نطح لها بزيء كتولي كتولي الوحيد كتولي كتولي مثلا واحد درجة كانت فاملي من لا يوجد سكور لا يوجد كمية لا يوجد تحجا لا يوجد اصنع إنه سعيد لا يوجد الوحيد لا يوجد شيء لأطفال سيطلق عادري يقول لي مثلا كيت بلي عادي يقول لي يغضل راسو كيلوم راسو الى اخرى لاحظة كيفاش اولا بحل ما تنفق الجوب مثلا الى كانت هذه الخدمة ذي لك تتفانى فيها وكتقول انا خدمتي الى اخرى انها تتحديد لك الخدمة تقول لي مثلا بغي تنتحها اولا كتلح البلية باش انك تنسي همومك تقول لي تشرب الشعب باش كتنسها انهم تعدوكم من العمل اولا عاد كي تتبه لك فرصة انك تدخل العمل جديد الول ما كانت تعداش كي لي ما يرضاش كي يكون مثلا واخده شي مرتبة كبيرة في ذلك العمل اللي كان فيه كان قديم فيه وبشو بشو بشو فدك يترقب فكتشبه انه نهارك يتردوك يخصوا يعود مال اولا من ازر بطولي القرارات بالزام لانه ما كانش متوقع اذا اردت انك فيه اعلان تجنب بثبت للضرار من نفسك اذا اذا اردتك ان توقع عجب القرارات بالتطعام وانه تكون توقع هذه الحاجة من لا تتعلم وانه تكون فيه اعلان فريمو انت متوقع ان اي شخص يمكن وحسب يحبك نظام الهواء في مرحبك و بالنسبة لك فأنت تسعد تسعين في المئة و المعارض و المعدن و الحماس و لا تسعد تسعين في المئة لماذا؟ لست تصدق بالبعض ستعود لتصيفة و لكنها ترود لتصيفة و لا تصدق لتصيفة واحد حصل من الصيف لحظة كيفاش وكنت قبلوا هذه الفكرة ما عندنا من ديره والناس اللي متانكي يقول لك ما يمكنش يستغنوا عليها ترى ماذا لم تجربتها نرى تجربها قليت عرف بأنه يمكنك في أي لحظة الناس يستغنوا عليك ولكن كما قلت لكم هذا ماشي اكسكوز او ماشي واحد دافع باش تكره رأسك او لا تكره هم الناس حيث علاج انا كما قلت لكم قبل قبل ما نعود الفيديو من الأول مني كنت سمح هذه الحضارة مهما كنت واعر ممكن واحد يستغنى عليها اذا لماذا نكون واعر لماذا نحاول إذا كنت اي أجر نديره مقدر نفعله نعطري نص ديال جهدي ماشي دائما انا قلت لك اعطي بزاف ديال جهدك وتقدر فرامو ان الناس قلت لك وانا قلت لك او لا ماشي مشكي حيث علاج قلت لك تقديري للدات هو شيء ثابت غير متحرك اذا كنت ما زال قد تسنا الفاليداتيون من بره مش عنا تقدر داتك بقية تتممه حت كنت تزير ديالناس يقدروا داتهم هذه الأشياء غريبة جدا حال ما تقول لها شخص كيف يقدر داتهم كيف يمكنك عندي قدد الفلوس كيف يمكنك عندي رقم فلان فلان فلاشين ديالي يوتيوب الى ما كانت عندي مليون أبوني ولا مئة ألف أبوني رأى انا لا شيء اولا كانوا فيديوياتي ما كيشيبوش المشاهدات يعني انا سيء وهذا في حقيقة شيء خاطئ ولكن من كيجينا بحث هذه الأفكار واننا كنشدو تقديرنا للدات اللي هو واحد الحقيقي بحث شيء بلوعة بحث شيء كوعة كوعة الالجاج تقديرنا للدات وكنا نلسقوه مع شيء خارجية نحطو كيف فهذا اكبر خطأ الحقيقي كما قلت لكم تقديرنا للدات يبقى واحدة الحاجة تابتة عندنا تلسققنا دائما تزادينا معه تزادينا معه تزادينا للدات لواب وحده لم تعلق بشيء خارجي كيف ما بغيتون دينما ارقم ما جاوش في اليوتيوب اه الفلوس ديالي اه واحد الانسان حبيتها وما صدقش لي البلان معها اه اي فاشل كيف ما بغيتون ربما تردوك من العمل اه المهم كان هذا هو الفيديو البطر يشد معي العكس هذا النار انتمنى يعني تقبلوا الحقيقة مهما كنتي وعر مهما كنتي وعر في اي لحظة تقدروا ان الناس يستغنوا عليكم ويجيبوا بلاسكم الناس اياكم يحسب لكم هذوك الناس اللي رب بلاسكم حسن منكم يقدروا ويكونوا حسن منكم في العمل او لا يكونوا حسن منكم في بلاسكم لم يكنوا حسن من واحد اخر في شيء لا يمكنك مهما انت مهما انتظار لم تكن مختصة باطفال لم تكن قتال لم تكن شفار لم يكنك شوش حسن منك مثلا تحب احد المرأة ومع رجل الثانية يعني اسم رجل حسن منك باتاتا قد يكون كفش منك يعنيش انه يحسن منك ايطلاقا اولا باتا واحدة شركة خدمتي معها وحيدوك وجابو دكا اسطيناعي دكا اسطيناعي معمروك ويحسن منك وخاف قديل العمل ديلك وجابو الدكا اسطيناعي بلاستك الى اخيري الى اخيري وتحياتي لجاني